اعلن وكل وزارة المالية رئيس فريق تعويضات المتضررين من الامطار صالح السرعاوي صرف مطالبات العقارات للمتضررين من الامطار لثلاثمائة وثمانين حالة اضافة الى وجود ست وثلاثين حالة اخرى جاهزة للصرف الى حين استكمال المستندات البنكية مضيفا بانه تم صرف مطالبات المركبات لمائتين وست واربعين مركبة ليصل اجمالي تعويضات المركبات لاكثر من سبعمائة مطالبة مشيرا الى ان اللجنة تعكف كذلك على استكمال باقي الحالات الخاصة بالممتلكات الشخصية وتحديد قيمة التعويض المناسبة لكل حالة تمهيدا لصرفها خلال الايام القادمة